مين المدرب الأجنابي القادم ليه منتخب مصر الأول بقى؟ عشان ده السؤال الأهم بالنسبة لجميل كرة القادمة المصرية في الوضع مين الأجزم اللي هو مندرب منتخب مصر أجنابي يعني؟ أصلا؟ يعني هو ممكن مبقاش أجنابي؟ مين الأجزم اللي هو أجنابي؟ اتحاد الكرة في بيان رسمي؟ لا لا ما أطفقتش يعني لسه الأمور لسه ما طالحتش بس الأجنابي وارد والمصري وارد طيب هاي ده انت حراك للوقت يقول تلي النقطة مهمة جدا أولا تحاد الكرة كان كاتب في بيانه إيه؟ كابتل محمد يوسف مدرب عامل حين التعاقد مع مدير فني أجنابش هو اللي قال أنا ما جبتش من عني بس سيد اللوقت يتقول لي أنه اللي اتنين مطروحين مدرب مصر وأجنابي طيب ايه رأيك في الجملة؟ ايه رأيك في الجملة اللي بتقول أنه مفيش مدرب مصري في الفترة الحالية يصلح لإدارة منتخب مصر الأول لا عندنا عندنا مدربين كواسيين وعندنا مدربين ناخدوا الصخة احنا ليه بنصبر على مدرب أجنابي ونقعد ندعم فيه ونقعد نديله ونقعد لو كسب ماتش هذا فكره مش عارفه ايه وليه المدرب المصر لما يوم ما يحصل إخفاق الدنيا بتقول متوعد عليه؟ احنا لدعم كده في أولادنا احنا لدعم كده في مدربيننا تمام؟ عندنا مدربين نديهم الصخة وديهم الدعم يعني أسألك سؤال يعني يعني النتائج اللي حصلت ديه مش عايق مدرب مصر يراملها وأحسن كمان أو لا؟ نعم يعني ما حصلتش حاجة أصلا بكاسب أولا أفريقيا يعني إن شاء الله يعني لو حتى فيه مدرب مصر مش عايزينه برضو يبقى في دوري 16 بس بس اللي هو يعني لا لا أخش بالمرأة كده دور تمانية إن شاء الله ما أنا شكبت على الله يخليك طبعا أسألك بشكل واضح هل أنا متأكد أنه قدامك مثلا عدد ترشيحات مش لازم أسمع الأسماء بس مثلا فيه كم مدرب مصري قدامك فيه كم مدرب أجنبي قدامك والله أنا بص يا كريم عشان برضو المجل الضارت حد ما يزعلش أنا لسه ما عادتش معهم أنا كده بكر إن شاء الله روح أقعد معهم كده ونشوف لكن أنا في تفكيري يعني عندي مدربين مصريين وهما يقول أجانب ونقر نتكلم مع ترابيزة يعني الموضوع موضوع استشاري لكن أنا بالنسبة لي أنا لم أجزم بالمدرب الأجنبي لكن أنت حالك في سوق بتتكلم على البيان لكن ده وارد وده وارد يعني الاتنين واردين أنا مبسوط كبير إن أنت قلت إن فيه مدربين مصريين جيدين عشان الموضوع مقفول على المدرب المصري متفهمش إعلاميا لا 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 معا الشغل ورعد منه وكر ربنا بك إن شاء الله يقول لك المدرب المصري ما يستحملش ضغط منتخم مصر الأول رأيك برضو في الجملة دي سيبك بقى من الأمور الفنائية مصر أجابت الكريم أي حد في العالم عايز يعمل أي حاجة مثل على طول بتلاقي مسابباته وحاجات منتخم واخد بالك وضع طبيعي أصله مش عارف إيه أصله إيه زي ما زي ما عملت المدير فن قال لك الرطوبة الرطوبة طب أنت أحسن وأوقات لعبت فيها الشغط الثاني طب الرطوبة مخلطتش عليك الشغط الثاني صحيح نحن ممكن نشتغل مع موهبة ما شغلتش هنا أو هنا ويبقى مدرب كبير وعنده حاجات كئيسة وموفق وحاجات كتيرة جدا لكن حتة اللي احنا نجزم وقعها جدا دي أعتقد لي بالمناسبة هل تطلعت على تقرير روي فيتوريا؟ إيه دا؟ تطلعت على التقرير الفني لروي فيتوريا بعد الخروم أنا قرار تلعب بارح فمنحيش تعمل كل دا والنهار دا أعطى رد على تليفونات والرسائل مش لسه يا كبتال علاء أنا أول جملة قلت لك ألف مبروك الله يكون فؤونك فاستحمل رسيت التليفونه ورميته أنا مش عارف أرد يعني أنا مش عارف أرد على رسائل ولا على التليفون معلش أنت أدل المسؤولات يا كبتال علاء ويه المسؤولات كمان المسؤولات بقاط صعبة حاجة كبيرة يا رب كده ونعمل حاجة كويسة للبلد نحن فعلا نسأل نحن نبقى حاجة كويسة ولازم نبص للدول اللي كون الحشب يسمع عنها دلوقتي وصلت لفين خططت إزاي ولعبت عاملة إزاي وطلعت لعبتها واحترفت لعبتها ولكن لازم الفكري ضاير لازم الفكري ضاير شكرا لزرع